وقعت كل من المجموعة العالمية والمتكاملة للطاقة العمانية أوكيو وشركة سابك وشركة البترول الكويتية العالمية اتفاقية لتطوير مجمع بتروكيمويات مملوك بشكل مباشر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالتقم بسلطنة عمان وغالت الشركات الثلاث أن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء مجمع بتروكيمويات يتكون من وحدة تكسير بالبخار ووحدة للمشتقات ومحطة لاستخراج سواء للغاز الطبيعي